بسم الله الرحمن الرحيم الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله ولا إله إلا الله الله يا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من آدم إلى قيام يوم الدين اللهم قل لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وأرضق طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صلى على محمد السلام عليكم أيها الأحباء الأعزاء ورحمة الله وبركاته وصل بنا المقام اليوم اليوم في كتاب عقائد الإمامية إلى عقيدتنا في حب أهل البيت عليهم السلام بعد أن تكلمنا عن وجوب وجوب اللطف على الله عز وجل بإرسال الإمام المعصوم وتعيين الإمام المعصوم ثم تكلمنا عن عقيدتنا أيضا في عصمة الإمام في صفات الإمام وقلنا أن الإمام يجب أن يكون معصوما إكمالا للغرض وأن اللطف الذي يتجلى في العصمة لطف إلهي بمقدار يعني بنافس حجم اللطف الذي أثبتناه في أصل تعيين وإيجاد الإمام في هذا الوجود وقلنا أن هناك صفات عديدة بل جميع الصفات الحميدة والخصال الكريمة يجب أن تكون بأبرزها بتمامها بتمامها يعني إذا قد نصنف هذه الخصال والصفات في نسبة 100% ناخذها كنسبة مئوية فيجب أن تكون جميع الصفات على نحو نسبة 100% في المعصوم ولا نقص فيها ولا يجب أن يساويه في الفضل أحد أو أن يتقدم عليه أحد لأنه يصبح نقد للغراض من كان داعيا من كان مرشدا ومعلما يحتاج إلى وعظ وتعليم وهو نقض للغراض عقيدتنا في حب أهل البيت عليهم السلام قال الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة يعني بعد أن اعتقدنا وجوب الطاعة للمعصومين وجوب الاتباع والانقياد فيما سبق وبعد الاعتقاد بتلكم الصفات الجليلة الكثيرة لا بد أن نعلق ونصلط الضوء اليوم على مفهوم أساسي وهذا التركيز لم يأتي من فراغ أو من مجرد التفكير والتصور إنما ركيزة هذا الأمر جاءت من خلال النصوص القرآنية الآيات القرآنية والنصوص التي وردت عن النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم من الفريقين نجد النصوص ركزت على العلاقة بمحمد وأهل بيته عليه السلام على تركيز العلاقة بالنبي الأعظم وبالعطرة المطهرة من أهل بيته وميزت أهل البيت عن غيرهم من أبناء الصحابة وعن الصحابة وعن التابعين وأبناء التابعين وعن كل الأمة قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة هذا الحديث المهم العظيم عفوا هذه الآية الكريمة العظيمة المهمة نقلها نقل هنا نحن نشوف نحن النقولات في كتب الفريق الآخر طبعا وفي كتب يعني أبناء العامة لماذا نأتي بها لأن دواعي الإخفاء لهذه الفضاء الكثيرة لأنهم لا يقولون بأحقية أهل البيت في الخلافة أو الإمامة ولا يقولون بتقدم أهل البيت على إنما يعتبرون أهل البيت حالم حال بقية الصحابة عدو الثقاط يجب احترام وحب هذا المقدار لا يعتقدون كما نعتقد فلذلك نأتي بالأسانيد من كتب القوم نقله الإمام أحمد في مسنده والترموذي في سننه والحاكم في مستدركه ماذا يروون عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن القربة في الآية الكريمة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة سئل وقال وسألوا إلى رسول الله قالوا من القربة يا رسول الله قرباك أم قرب المسلمين فقال قرباي علي وفاطمة وابنه وابنهما يعني الحسن والحسين أيضا الرسول الأعظم يتحدث عنه القرآن الكريم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم علاقة يعني النبي حينما نقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ماذا يعني يعني يجب أن تكون العلاقة والارتباط برسول الله أكثر من علاقتي وارتباطي بنفسي وهو أولى بي من نفسي لماذا لأنه قادر وهو العالم القادر الحكيم الموكل من السماء المنبئ المخبر عن السماء رسول السماء القادر على تشخيص كل مصالح ومفاسد طيب ما علاقة ما نحن فيه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهذه العلاقة نقلها النبي الأعظم إلى أهل بيته صلوات عليهم أفضل الصلاة والسلام أيضا في حديث الخدير وهنا هذا الحديث أيها الأحبة رواه العشرات من المحدثين والمؤرخين حتى بلغ حد التواتر لكثرة ما روى هذا الحديث الرواة من جميع الفرق الإسلامية ومن المحدث حيث قال أيها الناس ألست أولى بكم من أنفسكم قالوا بلى يا رسول الله فقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وبتعرفه هون لا يمكن أن تفسر الولاية هنا بمعنى الحبيب تصور أن القرائن المقامي والحالي والقرائن كلها لهذا الأمر أن رسول الله بعد انتهاء المسلمين من الحج وتعلمون كم كان الحج متعب آنذاك وفيه مشقة كبيرة يجمع يقوم بتجميع الناس على مفترق طرق مائة ألف من الأمة في هذا الحر الشديد ليقول مثلا يقف ليقول رسول الله علي حبيبي بمعنى الحب القلبي المحض المتجرد عن أي عمل وعن أي ارتباط وعن أي انقياد وعن أي بيع ولا يمكن للعاقل الحكيم أن يفعل هذا فلا بد لبيان أمر جدا هو أن تكون علاقتي وبيعتي برسول الله وبعلي وبأولاد علي من المعصومين الآئمة الاثنين عشر أن تكون ارتباطة مودة والمودة سنتكلم فيما بعد أنها دئرة أوسع من الحب أيضا ويروي الثعلبي في تفسيره عن النبي أنه قال من مات على حب محمد وآل محمد مات شهيدان من مات على حب محمد وآل محمد مات مغفورا له من مات على حب محمد وآل محمد مات مؤمنا من مات على حب محمد وآل محمد مات تائبا هذه الروايات الكثيرة الجليلة التي نستطيع من خلالها أن نعرف أهمية حب أهل البيت والارتباط بأهل البيت يقول قال الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة نعتقد أنه زيادة على وجوب التمسك بآل البيت يجب على كل مسلم أن يدين بحبهم ومودتهم لأنه تعالى في هذه الآية المذكورة حصر المسؤول عليه الناس في المودة في القربة وهون جدا مهم قد يأتي سؤال على البال يقول لماذا تم الربط ما بين أجل الرسالة والمودة والحب ما هو الرابط هنا أولا من هذه الآية يفهم الحصر فيها بالمعصومين لأنه حتى يتلاء من معنى تعب رسول الله 23 سنة جهاد رسول الله 23 سنة هذه المشقة التي تحملها النبي الأعظم ما أوذي يا نبي كما أوذيت الحصار والجوع والعطش والأذيات المتكررات التجرؤ على رسول الله بالكلام أن الرجل لا يهجر الاختلاف عند رسول الله عدم مجيء أحد من الناس لنجوى رسول الله بعد أن فرضت صدقة معينة مبلغ مهلي لسؤال رسول الله فلم يأتي إلا علي بن أبي طالب في آية إلى آخر من هذه الأذيات نأتي الله عز وجل يقول قل لا أسألكم عليه أجرا عدم هذا الأجر مقابل مقابل مودة القربة مودة القربة مودة أهل البيت القربة يعني القرابة برسول الله مودة أهل البيت فيتعين حتى يتناسب الصياق وحتى تتناسب الآية القرآنية أن يكون المودة لمن حفظ الشريعة المودة لمن صان الشريعة المودة لمن أوصل الشريعة المودة لمن كان له زعامة الشؤون الدينية والأخروية الدينية والدنيوية والأخروية المرتبطة بشريعة النبي الخاتم فكانوا هم حفظة الشرع وأمناء الله على رسالته والقائمون بقصته الآمرون بالمعروف أمناهون عن المنكر اشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنقر يا أبا عبد الله الحسن هذه كلها أيضا من العلامات المهمة إذن ربما أيضا يختلط الأمر على الناس في هذه الآية فلا يفرقون ما بين المحبة والمودة فيأتي قصم من الأمة ويقول أن المودة والمحبة بمعنى واحد ونحن نحب أهل البيت وينتهي الأمر نقول لا أولا المحبة صفة نفسية الحب صفة نفسية الميل القلبي هذه الحالة القلبية العاطفية التي اتجه فيها نحو الحبيب هذه صفة قلبية ولكن عمت يصبح الحب بدرجة أعلى عندما يتحول لصفة عملية تكون دائرة أوسعة من الحب لمنعبر عنها المودة كما في الزواج وجعل بينهم مودة ورحمة جعل المودة شو المودة هي السلوك العملي إبراز السلوك العملي لذلك حتى في مفهوم العلاقة الزوجية قد تقريب للفكرة نجد أن في البداية تبدأ العلاقة بحب فترة الخطوبة أو ما قبل الخطوبة طبعا بحدود أن لا يقع الإنسان في الحرام يكون قاصد للزواج ويذهب بخطبة ولكن هذه المقدمات كلها ما قبل الزواج ما بعد الزواج الكلمة الطيبة درورية إبراز بعض العواطف القلبية جيد لجعل حالة من الترطيب والانتعاج في الحياة الزوجية ولكن الحب شو بعبروا بالعرف الصير العقلية بقولوا الحب بعد الزواج النقل الشرعي يعني فترة الخطوبة غير فترة النقل الشرعي المتعارفة عنا يقولون يصبح شيء عملي يعني يترجم الحب بالأفعال تنازل عن ما بعض تصرفات الحبيب البذل العطاء ذكره ذكره بهدية ذكره بأكلة لذيذة مشاركته أيام الفرح مواساته في أيام الحزن هذه كلها بعبره عنها مودي ورحمة لتسكنوا إليها إذن الأمة يجب أن تميذ أن المودة فيها أثر عملي سلوكي متفرع عن الحب لذلك ولما تحدث القرآن عن علاقة المسلم بأهل البيت وعن علاقة الأمة بأهل البيت عبر بالمودة فالمطلوب شيء أكثر من الحب اتباع سلوك عملي معين في العلاقة مع أهل البيت هو الأخذ بهديهم اتباعهم التزام أوامرهم اجتناب نواهيهم الفرح لفرحهم والحزن لحزنهم في مصائبهم في ظلمهم لأنه ظلم الولي مرضوض إلى ظلم الله اللهم العن أول ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك هذه المظلومية مظلومية للوصي يعني مظلومية للخط الإلهي الله عز وجل للظلم في حق الساحة المقدس التفاعل مع مظلوميات أهل البيت الفرح لفرح أهل البيت لأنه الفرح المرتبط بأهل البيت فرح هادف يؤدي إلى الكمالات والسعادات أيضا والسعادة فلذلك لابد أن يعلم المسلم من خلال هذه النصوص أن حب أهل البيت يجب أن يترجم إلى مودة كما في الآية إلى سلوك عملي أما أدعي أني أحب أهل البيت وأني بحب أهل البيت كل ما تتكلم مع الفريق الآخر يقول حتى البعض يبالغ نحن نحب أهل البيت أكثر منكم أنتم الإمامية أنتم الشيعة كيف تحب أهل البيت إن المحبة لمن أحب مطيع أنت لا تروي حديثا عن علي إلا ما شذ ونظر ونظر ولا تروي حديثا عن الصادق بل نجد أن جملة رواياتك أهل البيت مغيبة عنها هذا أمر لا تتفاعل مع أحزان رسول الله إذا كان رسول الله أسوى حسن لك رسول الله بكى عندما ولد الحسين رسول الله كلما نظر إلى حسين بكى رسول الله تعمد التصرف الحدث الخارجي مع سيد الشهداء ليبقى راسخ في أذهان الأمة منطلقات تصرفات رسول الله مع الحسين كلها فيها جنبة العاطفة والدمعة والأسى والحذن على سيد الشهداء تأتي تأتي وتتخذ من يوم العاشر من محرم يوم فرح وصرور ثم تدعي ثم تدعي أنك تحب أهل البيت وأنك تود أهل البيت تتخذ ما يعاكس ما أمر به رسول الله في يوم العاشر من أن يكون وما أمر به الأئمة من ذرية رسول الله أن يكون يوم العاشر يوم حزن ويوم دمعة ويوم أنين تجعله يوم فرح ثم تقول هذا حب وهذا مودة أصلا الحب غير ثابت في هذا مجرد لقلقة لسان فضلا عن المودة إذن المطلوب المودة في العلاقة مع أهل البيت وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن حبهم علامة الإيمان إذا بدك تعرف المؤمن بحب أهل البيت طبعا في هذه الآية القرآنية هذه الآية القرآنية يستفاد منها أن مودة وحب أهل البيت واجب على الأمة ومن أبغض أهل البيت ومن أبغض المعصومين الأئمة من ذرية علي من الحسن علي بن أبي طالب والحسن إلى العسكري إلى جميع هذه الظرية المطهرة أيضا يوجب للخروج عن الإسلام فهي بديهية ضرورية وإن إنكار الضرورة مع الالتفات إلى اللوازم أيضا مخرج عن العنوان قلنا الإسلام مجموعة من القوانين بكتابه بقرآنه بأحديث الرسول بما جاء به من ألفه إلى هو عبارة عن حلقة متصلة نزع أي حلقة منه خروج عن المسمى فيخرج عن الإسلام لأن النصب بنص القرآن وبهذه الآية وغيرها من الآيات والروايات محرم بل من الكبائر مخرج بل هو القفر الصريح وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله أن حبهم علامة الإيمان وأن بغضهم علامة النفاق وأن من أحبهم أحب الله ورسوله ومن أبغضهم أبغض الله هذا هذا شخص أبغض أبغض الله ورسوله بل حبهم فرض من ضروريات الدين الإسلامي التي لا تقبل الجدل والشك وقد اتفق عليه جميع المسلمين على اختلاف نحلهم وآرائهم عدا فئة قليلة اعتبروا من أعداء آل محمد فنبذوا باسم النواصب هؤلاء الذين ينصبون العداء لمحمد وآل محمد كما فعل الخوارج باب حباب هذا الصحاب الجليل كان يمر بزوجته على النهر في العراق فأسر عند الخوارج فسألوه أسئلة عادية ما رأيك في علي بن أبي طالب لم الرجل يتكلم إلا بالكلام المعروف والمتعارف عند جميع الأمة قال لهم قال لهم هو صهر الرسول زوج البتول باب مدينة علم رسول الله الروايات المعروفة في حق أمير المؤمنين أخذوا الرجل قتلوه أخذوا زوجة ابن حباب قتلوها وكانت حامل ثم ضقروا بطنها وقتلوا الطفل في ألب الجنين في بطنها لماذا وصف توصيف عادي لشدة بغضهم لأمير المؤمنين ثم جلسوا على دفة النهر على الشاطئ النهر ليستريحوا ويغسلوا إليهم من الدماء البريئة لابن حباب وبينما هم كذلك في الرواية ليمونة برتقالة تفاحة تعبر بهذا النهر قام أحد الخوارج أخذ هذه الليمونة أو التفاحة حسب الروايات وأراد أن يأكلها يتناولها قاموا وقاموا لا يجوز لابد أن تتسامح من صاحبها ولا من صاحبها لم تتورعوا في دماء صحابي وزوجة صحابي وطفل جنين لا ذنب له بشيء لم تبصر بعد عيني هذا الطفل الدنيا لا تتورع تتورع هذا عين النفاق هذا عين النصب فنبذوا باسم النواصب أي من نصب العداوة لآل البيت عليهم السلام لآل بيت محمد وبهذا يعدون من المنكرين لضرورة إسلامية ثابتة بالقطع والمنكر للضرورة الإسلامية كوجوب الصلاة والزكاة يعد في حكم المنكر لأصل الرسالة بل هو على التحقيق منكر للرسالة لماذا لأن ذلك يرجع أما إلى تكذيب القرآن الكريم وأما إلى تكذيب رسول الله فيقوم منكر لأصل الرسالة الآن هذه روايات رسول الله فسرت الآيات وظاهر الآية صريح في مودة أهل البيت يأتي وينصب العداء لأهل البيت فإذن كيف سيبقى تحت المسمى وتحت عنوان الإسلام إذن يخرج وإن أقر في ظاهر الحال بالشهادتين ولأجل هذا كان بغض آل محمد من علامات النفاق وحب آل محمد من علامات الإيمان ولأجله أيضا كان بغضهم بغض لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا شك طبعا فعنا أيضا قرينة نقلية قرينة عقلية على أن آية المودة نزلت في خصوص علي وفاطمة والآئمة القرينة النقلية هي اللي رويناها عن ابن عباس عن النبي أنه سئل من القربة يا رسول الله فقال سأله يعني من القربة في الآية قال يعني قالوله قربة قربة المسلمين أم قرباك فقال قرباي علي وفاطمة وابنهما يعني الحسن والحسين وقرينة عقلي كما قدمنا فيما سبق كما يقال مناسبة الحكم للموضوع يعني ما المناسبة في المقام بين أجر الرسالة أن يجعل الله أجر الرسالة من جهة ومودة أهل البيت من جهة أخرى قل لا أسألكم عليه تبليغ الرسالة بكل متاعبها ومصاعبها 23 سنة أجرها محبة القربة فما هي المناسبة وما هي القرينة العقلية بعد أن بينا القرينة النقلية في الرواية بين الرسالة فوالقربة لذلك القرينة العقلية الحاكمة أن المقصود من هذه العلاقة والمراد من هذه القربة من حفظ الرسالة ومن خدم الرسالة المحمدية وبذل الغالي والنفيس في سبيل تلك الرسالة ومن ساهم في بقاء الرسالة حتى قال بعض الشعراء والأدباء أو العلماء أن الإسلام محمدي الوجود علوي الصمود حسيني البقاء والخلود هذا سيد الشهداء قدم كل شيء من أجله هذه الرسالة إلهي تركت الخلق طرًا في هواك وأيتمت العيال لكي أراق فلو قد تعطني في الحب إربًا لما مال الفؤاد إلى سواك إذن هذا هو الأمر ولا شك أنه تعالى لم يفرد حبهم ومودتهم إلا لأنهم أهل للحب والولاء معبثي تقدمت صفاتهم لذلك أوجب حبهم في المباحث السابقة عقيدتنا في صفاتهم عقيدتنا في عصمة أهل البيت عقيدتنا في طاعة أهل البيت فلم يكن هذا الحب لمجرد أنه فقط حب من ناحية قربهم إليه سبحانه ومنزلتهم عنده وطهارتهم من الشرك والمعاصي ومن كل ما يبعد عن دار كرامته وساحة رضاه ولا يمكن أن نتصور أنه تعالى يفرض حب من يرتكب المعاصي وهذا بصير نوع من العباد ونوع يعني بصير عنه ثلاث أمور أما أن الله عز وجل ظالم فيفرض يطالبك بالطاعة ثم يقول لك ما تحب أهل الطاعة وما تحب أهل الكمال حب أهل المعاصي هذا الظلم أما ليس بالظلم جاهل ما عم يعرف شو الحكم من الأمور والمصالح والمفسد أو عبت عم يتسلى وهذه الأمور الثلاثة كلها كما تقدم نزهنا الله عنها وننزه الله عنها في المقام أو لا يطيعه حق طاعته فإنه ليس له قرابة مع أحد أو صداقة وليس عنده وليس عنده الناس بالنسبة إليه إلا عبيد مخلوقين على حد سواء وإنما أكرمهم عند الله أطقاهم يعني الله عز وجل حينما يأمرني بحب علي وبحب فاطمة وبحب الحسن والحسين ليس هذا الأمر أمر عبثي أو أمر استنسابي أو ضوقي والعياذ بالله إنما الله عز وجل يأمرني بمن يرى فيه الصلاحية ويرى أن الارتباط فيه ارتباط بساحة قدسه هم عباد الله المقرمين هم أهل الطاعة هم أهل العبادة هم أهل القرب هم أهل الله انظر إلى أدعية الإمام زين العابدين كيف يخاطب الباري وكيف يعلمنا كيفية التعاطي والخطاب مع الله عز وجل وسيأتي شيء من أدعية أهل البيت في الدروس الأخيرة من الكتاب وإنما أكرمهم عند الله أطقاهم فمن أوجبا حبه على الناس كلهم لابد أن يكون أطقاهم وأفضلهم جميعا وإلا جيد تفرض أيها الباري أيها الرب أن تفرض علي حب زيد من الناس ولا يتميز بصفات من الطقوة والأفضلية فلماذا هذا الحب تطلب مني مودة مقابل أجر رسالة من مات على حب محمد وآل محمد مات شهيدا مقام الشهيد من مات على حب محمد وآل محمد مات مغفورا له مات مؤمنا مات تائبا مات كذا كذا رواية طويلة روايات كثيرة ألست أيضا الأي الكريمي النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم طالما أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فإذا بيعوني على ولي وعلى مودة وعلى طاعة لعلي بن أبي طالب وكيف لا يكون علي وآل علي هم الأفضل بعد رسول الله وإلا كان غيره أولى بذلك الحب لماذا لأنه هون الحب والمودة متعلقها لوان بدو يرمي لوان الله عز وجل ليش أمرني حب وود لأنه في هذا سلوك الصراط المستقيم الموصل إلى الباري عز وجل وإلى تطبيق ما يحب الله والانزجار والابتعاد عن ما يبغض الله عز وجل يعني بكون في مدار الطاعة في مسلك الطاعة في مسلك المعراجية نحو السماء كما ورد في حق الصلاة مثلا الصلاة قربان قل تقييم أو كان الله يفضل بعضا على بعض في وجوب الحب والولاية عبثا أو لهبا بلا جهة استحقاق وقرامة إذن لابد أيها الأحبة من أن نعرف أن ملاك الحب قما قلنا أن القرينة العقلية في الآية الكريمة في آية المودة في القرآن الكريم حاكمة على أن أجر الرسالة لا يكون جعل مقابله قرب مودة أجر الرسالة مودة هذه المعادلة كما يعبر في هذه الإكليبر لما نعمل معادلة لما نعمل موازنة ما بين أجر الرسالة والمودة لا يصلح أن تكون بنحو عبثة فلابد هي فيها ملاك الاختيار لمواصفات معينة هذه المواصفات المعينة رسالة من حمل الرسالة من نصب للأخذ براية الرسالة المحمدية علي بن أبي طالب الإمام المعصوم المنصب من قبل السماء مفترض الطاعة صاحب الصفات الجليلة الكاملة المتكاملة هذا الشخص الله عز وجل قال لي أحبه وده تعلق به من له عاطفيا من له سلوكيا اجعل من سلوكك اجعل سلوكك في ضمن دائرة رضا المعصوم عنك عند ذلك تتحقق فيك وتكون مصداق من مصادق هذه الآية الكريمة حيث وفيت رسول الله حقه وكأنك رديت تعب رسول الله وجعلت مقابل يعني الأجر الذي جعلته لرسول الله تام إذا كانت حركتك في ضمن دائرة محمد وآل محمد فلا بد أن نلتفت أيها الأحبة لذلك يقول وإلا كان غيره أو لا هذا المفروض حبه كان غيره غير هذا الشخص أو لا بذلك الحب أو كان الله يفضل بعضا على بعض في وجوب الحب والولاية عبثا أو لهوا بلا جهة استحقاق وكراما إلى هنا أيها الأحبة تنتهي عقيدتنا في حب أهل البيت سلام الله عليهم إن شاء الله نشرع في عقيدتنا في الأئمة ولا نعتقد في أئمتنا ما يعتقده الغلاة والحلوليون هؤلاء الغلاة الذين قالوا بأن أهل البيت قالوا أن علي بن أبي طالب هو الرب أو هو الإله تعالى أمير المؤمنين عن ما يصفه الواصفون وإن شاء الله هون نتكلم قليلا عن هذه الأهتقادات الباطلة وإن شاء الله نفصل إلى أن نأتي في الفصل الثاني إلى عقيدتنا في الإمامة بالنص عقيدتنا في عدد الأئمة عقيدتنا في المهدي إن شاء الله نحاول هذه المطالب أن نسير فيها بشيء من السرعة حتى نصل إلى عقيدتنا في الرجعة إن شاء الله من هناك نحاول أيضا السير المتوسط حتى لا يطول بنا المقام ونسأل الله لنا ولكم التوفيق وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد